السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم اصدقائي ان شاء الله تكونوا تسفيدوا من الفيديوهات اللي انا بحكيها اليوم ان شاء الله بدي احكي عن احد اهم العلاجات اللي بوصفوها لتصلب اللوحي وهي خل التفاح خل التفاح بسموها علاج لطيف هادئ ليش لانه بده صبر بده وقت ان شاء الله طبعا خل التفاح معروف عند اطباء الطب البديل واطباء الطب الحديث كمان بحكوا عنه هم الاعشاب اللي يعني اي طبيب اعشاب تروع عليه او اي طبيب طب بديل رح يوصف لك رح يوصف لك الخل لو كان شاطر لانه جدا جدا الخل مفيد واللي حكي عنه اول واحد حكي عنه هو ابن سينو طبعا رسول الله سلام زمان كانوا كمان استعملوا ابن سينو في الطب البديل كمان حكي عنه بشكل كبير وحكي عن فوائده وإلو فوائد عديدة احنا بهمنا انه فوائده لتصلب الويحي اهم ايشي انه بساعد على مقاومة جسم للامراض يعني مش بسهولة انه انت تفلوز انت تسر معك امراض مش ما رح يكون في عندك مقاومة كمان بعزز الصح العامة رح انت شوف جسمك قوي وهيك صحتك قوية ان شاء الله رح تشوف انت لو انك استعملته رح تشوف الفرق ورح كل اعراض الصربة رح يكون لها شكل العام رح يتخف عنك شوي شوي ان شاء الله انها بتختفي اهم ايشي طبعا انها ايش بتعالج التعب والارهاق ليش انه موجود فيها بيتامين اسمه بيتامين بي تو اسمه بيتامين الشباب والحيوية ورح تختفي هاي يعني هاي المشاكل التعب والارهاق كلها ان شاء الله رح تختفي عنك طبعا رح يقوي الذاكر عندك رح يخرج السموم من جسمك وخاصة اللي بتناول العلاج يعني الا يكون هاي العلاجات كثرتها رح تسبب لك السموم في جسمك فرح يخرجك هاي السموم وهين جدا جدا مهم اخراج السموم من جسمك وعادة اي طبيب تروع عليه طب بديل بيحكي لك احنا اول اشي بدنا نعمل بدنا نخرج السموم من جسمك بعدها بتبلش مرحلة الشفاء طبعا رح يساعد جسمك على الهضم رح يلين المعد عندك يعني لو ما عندك امساك رح يساعدك على الهضم وكمان هو بطهر الامعاء يعني لو فيه جراثيم في دود في اشي كلها رح يطهره ونظفه وبنظف الكلا كامل وبيمنع عندك التعبات المسالك وجدا التعبات المسالك مزعجة لمريضة صلب الويحي حرقة وكثرة التبول ومشاكل في البول طبعا فيه نقطة مهمة كمان بسوي لك ايها الخل انه معظم المرضى بعانوا من تقلصات وشد خاصة بالقدمين اللي بحكوه بطهر القدم الخل الخل رح يساعدك على تغفيف الام الشد العضلي ورح ينشط لك الدورة الدموية في القدمين والعظام هيك كمان رح تقوه عندك فانت رح ايش يعني نسبة 2% رح يخيف عندك الشد العضلي طبعا اكيد كما بنشبس القدمين يعني ايش مكان شد في ظهرك في رغبتك في اي مكان رح يخف الشد عنك ان شاء الله وكمان نقطة مهمة انه بقوه جهاز المناع وبقوه الاعصاب وبعاجل شلل والتهاب الاعصاب يعني اي مريض عنده شلل واجب عليه انه يتناول خل التفاح وكمان اللي بعانه من ضاعف في البصر فهو بقوه البصر يعني شايفين فوائده انا بعتبرها جدا انا بالنسبة لما بستغني عنه فوائد عديد كثير بس ايش انا حكيت فوائد لتصلب يعني الا فوائد للقلب ولا فوائد لتصلب الشريين ولا فوائد للسرطان وغيرها وحتى النساء اللي بعانوا مستمنة بستعملوا لتخفيف الوزن بس احنا حكينا فوائدها بس تصلب الويحي اكيد علي كمان فوائد بس انا ايش يعني هاي المعلومات اللي انا بعرف فأحكي تركيها المهمة بالنسبة لي المرضى والحامل وفضل ما يتناول الخل يعني مجوز انه اثر على الطفل فايش يعني وفضل ما يستعمل وامل معه سكري لا يستعمل وبالعكس وممكن نظلم عنده السكر كمان وافضل انواع الخل هو خلة تفاح البلدي مش يجيبوا من عند العطار او من عند اي ناس لا يفضل من عند فيه نسوان في البيوت بيسو اللي بسو منتجات بيتية انت افضل اشي جي من عنده واحدة مند ومش غالع فكرة يعني يدوب اللتر اربع ليرات هيكي مطرتي يعني ممكن مطرتي عصير كبيرة تكون سعرها اربع ليرات بس وهاي المطر حتكفيك اشهر يعني انه انت بس بتحتاج بس ملعقة واحدة بس رح تحتاج ملعقة واحدة والافضل انك تحطها مع سلطات يعني بالنسبة انه مرضى تصلب افضل خل هو خل التفاح وملعقة واحدة حطها مع سلطة بالعكس باطنك جدا جدا زاكية والبحكي لك انه هي بتأثر على المعدة وبتأثر على القولون مش اعرف شو فعلا اذا كان خل صناعي ممكن ايش سبب لك المعدة مرح تتحملها اما اذا كان خل طبيعي يعني لا تجيب اي خل حتى تسفيد منه خل طبيعي 100% من عند وحدة بتسويه بالبيت افضل اليك وطعمه جدا زاكي مش مع السلطة بالعكس بطيك حموضة زاكي للسلطات وكل هاي الفوائد موجودة في الخل وبتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو واي سؤال او استفسار اكتبوا لي على تعليقات او شكرا او شكرا او شكرا او شكرا شكرا